اشتركوا في القناة والحوارات ما كنت اذيفي من فترات سيبقى سمحني التقسير الغير مقصود سيابل قادر تخيل وسعيد جدا انك موجود بحدي سعينا فرحان نحبك برشة والله معزتك عندي وبرامجك وحضورك المميز ونوعيت الالقاء الصوتية ربي خليك فهم حاجات مميزة اللي هي اعطيها لك ربي انا نعمل عليك كيف ربي خليك انا نفرحان بحديك اليوم انا عملين الناس اللي انا والناس والتوينتس عملنا كيف على سكاتشاتك كلمك كساتاتك حضورك ونحبو نزيد ونعملو بك كيف ونحبوك ديما تكون موجود في الساحة هذه ربي فضل فبرنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا اللي قدامك سعب القادر تقرأ ثم نبدأ الحوار ايوه خلنا قلاها قبلها خطر مخصور من الالتزامات ايوه ان الممضي اسفله السيد اه قد دور ولا على تقدر تقيل اتعاهد بان اكون صريحا جريئا واجيب على كل الاسألة وان التزم بقواعد البرنامج وان اكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل المسئولية فيما اقول الضيف الامضاء تقبلت صح؟ ايه بيسير شكرا صح بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة عربي فضل الدوامة بش نبدأوا الحوار بسؤال كلاسيكي في الوقت هذي سؤال كلاسيكي للناس اللي يسموا اللي يتبعوا الشأن الفني يقول لك سي عبد القادر نحكيونا احنا تقريبا بشهر وخمسة جمعات شهر وجمعة شهر وجمعتين على اقصى تقدير ويكون شهر رمضان موجود فماشي تيساليت معاك بش نشوف عبد القادر تخيل في عمل في رمضان ولا ليه؟ لحقيقة تصلوا بيها على مستوى اللي ذاعة الوطنية واعتذرت بكل لطف لاني يمكن نفسيا منيش جاهز تعرف نحب نعمل كيف على الخدمة بتاعي خدمة صح كي نبدأ منيش حاضر حتى ولو نفسيا من نعتذر بكل محبة وبكل لطف نجم يقول ليه ما نخدمش فقط بش نكون حاضر اما على ذكر لذاعة الوطنية شرفني برشة اني اقدمت فيها برشة اعمال يفرحوا بي برشة يحبوني برشة ورحلتي معها لذاعة الوطنية لحقيقة نبدأ فرحان كي ندخل لك الدارة فيها ذكرياتي سؤال الثاني ندخله في المسيرة ككل بعد سنوات هذي الكل عبد القادر تخيل تقول لبلاد اعطاتني الحجم والقدر اللي نستحقه ولا قصر معايا الميدان ولا هالاختصاص شوي ولا انا قصرت مع روحي وين؟ والله تحب بصراحة فم تقصير من قبل الناس يمكن انك تغيرت العباد تغيرت المعطيات هو لحقيقة مش تقصير لمنى لمنهم الواقع تغير والاسلوب تغير والطريقة تغيرت وطريقة الطرح تغيرت جدا وقتاش النقطة الفارقة هذي ثورة احكي والثورة هاي كانت اي 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 فم فارق اي ثورة اي ثورة صرتوه اما خطر قبل كانت ربما مفتوحة انا نعطيك مثال بسيط احنا كنا قبل يعلمونا انه ثم كاستينج موجود في التليفزيون السناء اخر مصدر السناء مثلا تقلمت برشري انه مش على خاطر انا ماخرش ليلة ما حاجتيش حتى زوم اراقي حتى امثالي انه كاستينج تم ومسلسل في التلفزة الوطنية الرمضان ما سمعتش بيه اخذاء وكمل وكل شي ما سمعتش وكن سمعت بيه كنت مش تمشت عدي كاستينج قبل قدر تخيه بطبيعة الحال نمشي قدم كاستينج اي اما حاجات مايش حضارية بصراحة لا تفرق في الدرasia هدا هي خدمة وهدا هي فن وهدا هي نص تحل كاستينج الناس كلي في بالها بيه تعمل اعلان وهدا هي شي قانوني كان تحب ومنطقي كانت حب كما تحبت فسرها تقول للناس ويجو وإذا كان ملقاش في شخصيتي أو في البروفيل بتاعي اللي لوجع ليه في المانا كاو بشيت عملت كاستين جيد في السنوات الأخيرة ومعايتوا ليكش بعدهم بشيت في السنوات الأخيرة حيوار تونسي مخيرا حيوار تونسي الحيوار لا لا مشيش الحيوار تونسي معايتوا ليش عندهم جوهم وعندهم عالمهم بعمرك ما أحضرت في كاستين ما عمري ما عمري أحضرت أم في تي في برامجي طبعاً في حساس وبرامج وكاو كعمل درامية ما عايتوا ليش بعمرك ما حضرت بيه اليوم تقول لي نحضر في كاستين كي نسمع أنا ممثلين في التجربة ولا في المسيرة عنده ظهور ولا ما هوش ممثل أساساً لكن خدمته ظروف بشي يكون حاضر قولك ليه أنا اليوم يعرفوني معايتش نمشي الكاستين فهذا تواضع منك ولا حقيقة الميدان يطلب بأنه الممثل ديما يعمل تيست قديم الكاميرا بشي يشوف روحه ينجم يمشي يمكن علمنا أحنا لأنه في الشرق وفي الخليج وفي تركيا وفي غيره وفي العالم أجمع الممثلين اللي هما البروفيل اللي هما موجودين عندهم تاريخهم وعنده كذا عندهم قايمة فيهم عندهم صورهم عندهم تاريخهم مكتوب عند المخرجين وعند الكتاب وعند كذا دونك آآ حتى عمره تسعين عامي عاي طول ويخدم ونشوفه فيهم حسن حسني آآ تشوفه قدش عمره تقول لي نتوفى الله يرحمه آآ امينة رزقة هي في السبيتار أكثر من تسعين عام الله يرحمها وتخدم آآ عبد الحليم آآ شاسمه آآ احمد زاكي اللي يعمل حليم يعني وهو مريض الله يرحمه وبشاو وخدم دونك آآ احنا يوصل آآ 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 آ� اتربتني من الناس ونحب العباد ونحكي ونرمال ونمشي نتصرف عادي جدا بالعكس ما اخذتنيش شهرة باش نكون دعوة في يوماليا لا ما كنت هك هلا بعمرك ما كنت هك ما عمري ما عمري وعليش دعوة ياخي عملت الرسالة انا ولا عملت عمر المختار شنوه عملت حاجات علاقة طاقتي بو محترمة عملت حاجاتي عمالت حاجاتي عمالت حاجاتي ما خدمتش مع حاجات تاريخية قديمة ولا اعمال تبقى في البال لكن فما برشة حاجات تبقى في بال التوانس الحمد لله المهم اخدمت عملت مجهودي في الحاجات اللي توفرت فيها الوضعية وطاقتي اللي تنجم تعامل وما بخلتش فيه اللي نجم نعمل وما بخلتش فيه التلفزاش عتاتك عتاتك الشهرة صحيح عتاتك محبة الناس صحيح عتاتك فلوس صحيح لا عملت برشة فلوس في السنوات هذيك لا ما عملتش برشة فلوس لانه شوف رو اللي غالب كي موجودك في الاختيار والكاستينج والخدم وكل شي حتى في الفلوس نحن ما الفن ريت حتى كي تمشي بش تخطب مراولة كده انا في الخطبة اي بربي احكي لي علي فنان اي قتلوا فن هنا اي جالي نعرف فنانة ما بش تخدم ايوة نعيش من الفن امي تقولي ما تعايشش ولدي الفن داي ما عايش بابا كيف كيف وين ماشي تو ضايع فيها ضايع ماشي الفن وكل شي عليهم مدام واحتراف هو مدام احنا محترفين علش مش الفن يدخل في تقاليدنا يولي كالزيتون زيت الزيتونة صح ويولي كما البترول ويولي كما الفن راه اقتصاد كامل بالضبط ينعرفوا كيفاش نحطوه روا صحيح هاي توظيف واستعملوا ينعرفوا كيفاش نحط الفن باي ماشي فن عشوائي انا اه حطها وفن باي سي عبدالقدر تخيل اليوم تقول بعد السنوات هذي ياريتني اخذيت من السياحة تمي بابا في الوقت هذيكة وخممت في حاجة اخرى غير الفن ولا عملت الحاجة ذيكة نحبها للا عملت الحاجة ذيكة نحبها انا وصلت مهار جال فوكي العرب الدورة الثانية الدورة الاولى عملت نجاح الحمد الله يا ربي مع كبار كوميديان في العربة في سوسة سيد الظاهر باي يعني واول مرة في حياتي نطلع قدام ثمانية الف متفرج بركل ومعناتها ونجاح مع الحاج عبد الحفيظ دراوي اللي يذكره بالخير ربي اتكو بالخير ونجحت والحمد الله مع عبد العزيز الهزاع و mission كبار وim colon ومع زمالية ولد باب الله وغيره دونك عملت حاجات الي نجحت فيهم وكل شي من بعد عاد تشوف الفن محبة عاد مرضت وقتها مارجان دورة الأول صباح دورة ثانية مرضت أهبطت طاح لدم وكل شي رقيت في اسبيتار في قبس وانا رقيت في اسبيتار جابوا لي جريدة جابوا لي جريدة وقتها جريدة نقروها اي وقتها طبعا قريت في جريدة نلقى من بين الأسماء فلان فلان وعبت قادر تخيل هالسن وشاهدوا سنة في مارجال في كالعرب لأنه نجح نجاح وكبير وكل شي وقت كاتبوا المقال لطف العماري فهمتني في الاعلان عملتك يا صححت لاروحي في العشية لازم تخرج مسبيتار ثم صححت لاروحي طوي يعرفوني لولاد صححت لاروحي قلي رو ممنوع طيح لك الدم الدم ستة لطف عندي كتوة اي وصححت لاروحي وهبط من شنتش سان كيلومتر ولا قديش اهبطت حتى القابس فهمتني امه وبشيت من وراء دارنا عندي تقريبا عشر لاف وقتها تقضي كل شي عشر لاف ايه وهبطت السوسة باي ويلوجو عليا وخلطت عليا بابا وسكنت في الوتيل وخلطت عالمهرجان وخلطت عالمهرجان وعملت كلا عادة نجاح اما شنوة هزيت اللي بتميل وقتها دويل بتميل معايا اللي طلع الدم ايه 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 دباب زي بتميل او نورمال مو تعمل اه سانك جوت ايه قديش اشربتك كل الدبوزة يا لاتيه اقسم بالله بش يطلع الدم ديريكت قبل ما تطلع سورساني اقسمان بالله اشربتك بش محبة في الفن نحب روحي نطلع فهمت ولبس اه من بعد تالي يوعد رواحي تحت يا لاتيف سيد نورمال لبداني بش يتعب اولادك تمنيتهم يطلعوا كيفك ياخذوا منك الجانب الفني تمنيتهم يدخلوا للساحة الفنية او لا انا عندي يوليد اه با عندي كرم ما شاء الله علي اللي ما زالك يتخرج ايه و باسم الله ما شاء الله من الكفاءات تونسيلي نحنا فخورين به ربي فضل اه لا لا ما حابتوش يدخل الفن ولو انه يعمل شوية جتار اه لكن ليه هو يعني الجو ما وش كان يقولك مثلا هاب نطلع ممثل ولا سيهاني قريد خليت شادة على خاطرك تاو خلينا نمشي المسرح ولا نمشي لا 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 ترفض قلو لا عبلي لا لا ما نشجعوش لانو لا شوف الفن يرزمو تركيز كامل ما عندكش مشاغل في حياتك ما عندكش يرزمو تركيز كامل على خاطر فيه العصاب تتوتر وفيه الميزيريا وفيه المزيحمة الانانية مقاوبة الانانية وفيه اه سابوتاجات صرفاك صرفاك تعرش عالي من جيد تعرش عالي من جيد تعرش عالي ضرب منين فهمتني علش انا الساعات نقولهم رغم اللي ضعيف نحس بروح يموليك لانا كنتي قاعد تقاوم باش باش اسمك يبدأ موجود موجود في الساحة هذه باش يقولوا عبد قادر الدخيل موجود اسمه موجود في الساحة ترقد لحظة صيب شيد صح ناخدوا فصل صغير ناخدوا حوالي كيسم بعد نرجع لك نحكيوا مثلا على نجيب الخطاب اهم ما خليلك نجيب الخطاب في المسيرة متاعك فيه اليوم فما لي ضحك عبد القادر الدخيل فما للممثل يحسوا قريب لو قال ليه بعد حوالي كيسم مع ايه بالغاية براجعين موسيقى 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 ايا فهم على راديو مرحبا بيكم من جديد ناس كلي قاعدين تسموا في نظيفنا اليوم الفني القدير عبد القادر الدخيل نحكيوا على المسيرة واهم اللحظات اللي قادوا في البال باهي نجيب الخطاب اسم فارق في مسيرتك اسم فارق بالحق هو اللي عمل لي نقلة نقلة كاملة في الحياة الفنية في يوم وليلة قالت في يوم وليلة يعني ولا الواحد معروف شو اول حاجة كانت قناة واحدة موسيقى ولكن رغم على انا نتصور انه كان الله يرحمه كان موجود هو عنده بقعة كبيرة برشة ومدرسة في التنشيط فكنت محظوظ لحقيقة كيفاش تعرفت علي زعب القاتل والله هو تعرف عرفني في مهرج الفكير العرب اهي خطر عد فقرة من الفقرات اللي عجبوه فقرتي واستدعاني في الوان واجواء وقتها معروف عليها انه كيستدعاك في الوان واجواء معناه اذاك باب الكاستينج الرسمي اللي نسمحك بسيء كيستدعاني وقتها نقدم في مساحة خاصة وكل شيء كلمني قلت لا تفضل شون تخدم في مساحة خاصة اني ان يكتم في مساحة خاصة شون تخدم كلينيك استوندار اي 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 يقولت له اه سلم عليها قلت له عسلم مرحبا سيناجي. قلي عرفتني طول قلت له بالعكس يعني انتي وليت تقاليد في الوذن ديريكت سوت. اي. قلت له الله يرحمه وفرح بيه قل لي اهو بش تدخل معنا ديريكت. هو قل لي بش تدخل ديريكت وانا لحقيقة فرحت خاطر اه. فرصة مام. فرصة كبيرة اي. بو حكينا وعملت سكيتش ووقتها وكل شي. وعطا انا في الموباشر قلي تجي نهار لحد قلت له باهي تون دابر كوبي ونجي. هاي. هكي سبونتاني هاي. قلت هتون دابر كوبي ونجي. باي. قلي باهي دا كورت. هيكو. مشيت آآ. قلت للوالدة والوالد وقت علمتم لانتي ماشي لنجيب الخطاب. اي بطبيعة نخدم بوقتها نخدم لنيك كوشي. قلت للمرة بش نمشي لآ. عايتلي نجيب الخطاب وكل شي. سمعوا لي وقت في الاذاعة يسمعوا الاذاعة وكل شي. قلوا لي هاي ان شاء الله مبروك بالتوفيق به. هاكو. فرح بيا بابا وكل شي. عطاني الفلوس. لتوم ما رجعتهم لو شو بتبيعة. هاي. هاكو. وبشيت. بشيت عبت عدل تونسو لل. للذول كبير. وقتها نجوم موجودة لو معاه نجيب راو موجودة منجرعوني لو دي بعيد. موجود. على قد ما كان يتقال عليه خدام وعنده روح بداعية. كان يتقال عليه صعيب نجيب الخطاب. كي بشيت وعرفته. هم. اه صعيب في في خدمته. اه 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 اما متواضع. والدليل على ذلك. يقعد معايا ويقول يعطيني اش كتبت وجه نعاونك من هني اعمل هدي هكا واعمل هدي هكا. الخطر انت انساش اه عملية اه سانسور. ما يتعداش ليجي. اه خطر مباشرة. ومنحقه بش يقول لك. يختار الكلم هذا اي وهذا واما بكل صدق. بكل صدقه يا محمد. بصراحة. اه. اه. التواضع بتاعه وعمري ماريته. الرجل يقعد وراي الجاراج. في التورتوار لوتا. في الجاراج بتاع اله. الله يرهم. نقعد ولوتا ونكتبه من بعضنا. ويتحمني. ويطلعني مدروش. الخطر رجلي وقتها. اللوتو يحب الزوالي. ويحب الانسان المتواضع. صح. وما اذا كان لقى واحد عنده دجاجة في مخه. يولي هو اكثر من. اه. 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 يولي طيارة وقت. كان شايف روحك شوي هو يشوف روحه برشة وقت. خطر وقت احنا كان حلو عينينا. نهار لحد. صح. العشية. واحنا بش نطلعون ديريكت. اه. احد تلقى بجنبك ميدا حناوي. لحد الاخر تلقى بجنبك هاني شاكر. جورج واسوف. كاثم الساهر. كاثم الساهر. دوريد لحام. اه. اه. صلاح السعدني. اه. ابو سعود. ابو سعود غير. يعني ناس اه عمالقة. ما خممتش تخرج من تونس وانت تعرفت على النجومة ذو ما خممتش تمشي لبرة تجرب في بلاد اخرى. جاتني فرصة مع زيني فيلم. اي. اه. لطفي زيني. اه. اعملت معها تجربة وقتها. بالاشتراك مع زوجتي. انا جات حمدي رفيقتي في الكفاح. طبعا. المسرحي. نسلم عليها برش ايه. ربي فضلك. اه. جاتني فرصة عملت معها اه. اه. برشة اشرة تلفزية في اطارك السلسلة بتاع اه. خصص من الادب العربي. اه. يريت التلفزة الوطنية من خلال. تعود. تعود. الناجحة. ربي خليك. والرايعة. ان شاء الله يسمعونا التلفزة الوطنية. ويعاودوا قصص من الادب العربي رايح له برشة. ان شاء الله. رايح من كبار المهالفين. انا عملت اه. اه. الريحة المايلة. وضحية عطف. من تأليف علي سالم اللي عمل لمدرسة المشاغبين. وعلي سالم غاديكة في زيني فيلم. اه. لانها اول مؤسة اه بتاع انتاج. انتاج صحيح. قابلت وغاديكة وقال له نهزه معايا المصر. ويا اخي شنو صار? اللي صار اه صارت اه وقتها الاشكالية اللي مرض فيها لطفي الزيني و. تعطلت لومور ايه. اما وقتها يمكن كان مشيت وقت عبد القادر اكيل لنجل كريير اخر. ايه كريير اخر. اعملت معاه هذها حيت عطف باللهجة المصرية. والريحة الميلة باللهجة المصرية و والرجل اللي به باللهجة المصرية. التثور في تونس هذا? اي التثور في تونس و بوطولة لطفي زيني وعبال قיד ال خير. واللهجة المصرية اين تتعلما هوني في تونس تعمل دروس بالذمة باش تتعلم ولا? لا لا اه اه اعطاني مصر درتي. وعملت اه الاحذي المتوهجة انا وزوجتي اه نجاة حمدي. امه. بزيني فيلم. عملنا التجارب والنجاة عملت معها اربعة عشر شاية تلفزي. من اخراج جمال دين بالرحال. نجاة. ماشاء الله. ولكن اه اه الحاجات هذية يريد تعودهم بالتلفزة بتاعنا. لازم يتعود. مدام يعودوا في شوف لي حل. في شوف لي حل كنت موجود في اكثر. كنت موجود ويشرفني ذلك معنا. في حلقتين فما حلقة بشخصية الاسبوع. ايه. ايه. فما حلقة الباجاجيست في سهرية رسلها. ايه. 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 كنت فرش فيهم اليوم زياب القدر تخيل. نبدأ فرحان. فرحان تجربة اخرى نوعية اخرى شو اخر. نوع اخر. ولكن راو العملية وين. اه العملية انك اه. اتنجمت مركي. في تلفزة ولا. راي العملية مش بيد وجهه الواحد في تلفزة كل يوم. العملية اسك. اه ساعات واحد يعمل قيقتين. البصمة متى. وتبقى في البصمة. صح. وساعات ميد وجهه اه في ثلاثين حلقة ما 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 يختفش. فهمتني. اه دونك نحرص بش نكون نتمنى اني نكون ادوار اللي عملتها سوى الصغيرة ولا الادوار البطولة. كما طول قاعدين يعودوا في اه بين اثنايا. بين اثنايا. اه كما عشق وحكايات اضحك للدنيا. اه مع انت اعمال اللي اجتهت فيها. باش نخدم حاجة محترمة. هات نجي وطول الوقت الحالي. شكون المخرج اللي ترا راكتها بتخدم معها اليوم. تكون هبر راحي في عمل معها. عبدالحميد بوشناق سوي سنة الجمني. المجدي السميري. شكون من الاولاد اليوم اللي موجودين على الساحة يسمحوني كنسيت بعض الاسم يزيد لي طييم غيرو. نحب الحي من خلالك. اه اه اه. عبدالحميد بوشناق. باه. اللي عايتلي في اه. كان يا مكانش. اه. تلفون. تلفون اي سوني. ذهل لي تلفز الوطنية تلبو. لا لا تلفز الوطنية تلبو. لا لا عادي عادي. احنا جمهورنا راوم ليه. شكون هز علي. هز لي. هلو. 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 وعليك السلق. نعم. اه باي اني ما زلت سويعة غير بوع ان شاء الله شكون اي 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 اه ربي خليك لي وربي فضلك ورب يقضي لحويش ورب يقضي لحويش ربي ينورك ان شاء الله اه ربي خليكم مستمعين هكا جاني خياني تلفون اه واني عملتها رو ناقص لا ميسالش خلي نقص ما تنش عليك خلي نقص استنى استنى بعدها سيدي احسن لا مالية كلهم اللي يسمعوا فينا اهلنا كلهم معجبة هذي اللي كلمت معجبة ها وبدو يعملي في مشاكل مع المرأة اه معجبة معجبة شي نسنس اه شي نسنس اخياني باي نرجع للمخرجين عبدالحميد بو شنية قتلة ها بتسلم عليها عمرت مع تجربة في كانية ما كانش اعطاني في تجربة اه كانية ما كانش الحقيقة عايتلي وعطاني اه اه دور في حلقة معانتها دور اه محترم باي اه نحب نحييه على كل حال فكر فيه اللي وخيال لاخرين ما ما كانش فرصة باش نعرفهم اه على كل رب يوفقهم في اعمالهم وان شاء الله يوم الايام يشوفوني في اه كان قاعد نحييه ان شاء الله ربي يعطيك العمر والصحة وسؤال اخر نكمل بها حوار معك سهل الوقت وفيه وانتي وصلت قلت كان قاعد نحييه ربي يعطيك العمر والصحة ربي فضلك هل تعنيك التكريمات يا عبدالقدر تخيل اه والله اه لا 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 نتعنيك صراحة نهار اخر اي وبعد عمر رتويل شونوا تحبي يقولو لو الولدك عليك شونو الجملة اللي تخليك مرتاح يقولولو نحبو بوك نتمنى انو هو يحبوه الناس كما حبو اه في يوم الايام عبدالقدر فهمتني اه نتمنى انو يوصل اه يخلي يبدأ عنده القبول. امين يا رب العالمين. امين. اه والقبول اذا يعطيه ربي بطبيعة الحال نتمنى ولدي ناجح. انا نعرف قداش تعبت عليه. ونعرف قداش فخور بنجاحه اليوم. الحمد لله. ونعرف قداش عطيت من حياتك بش توصل للبلاسة اللي هو فيها اليوم. الحمد لله يا رب. ترى الفخر في عينيه انه ابوها بالقدر تخيل زادة. والحمد لله. والحمد لله. والحمد لله. ان شاء الله يا ربي ديما فرحانين. ونحب نعاود نشوفك اكثر ونحب نشوفك ترجعنا بخدمة جديدة. تحياتي للمدام. ربي خليك. تحياتي للمدام ناجحة حمدي. وهو مش كلام. هاي دعوة في المباشر قدام الناس لكل. ما تشأت سي عبدالقدر تخيل. انت مرحب بك في برنامج. ربي فضلك. ربي خليك. ان شاء الله ديما انظركم في الخير. ان شاء الله برنامجك اديه يتواصل نجاح وهكاية. وصراحة نحس خفيفة ما حسيتش به. الحمد لله. ونعتيك وعد اخر. كان مشينا التلفزة تكون معايس يا عبدالقاء. ربي خليك. شكرا لكم مستمعينا. ربي خليك. تحياتي لكم ملتقى ناجحة. ان شاء الله في حلقة جديدة. نهاركم اسعد لأيام. باي باي. ويا مرحبا.